السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي كنا قد خصصنا حلقة لارشيف كامت فك التشفير وهذه الحلقة سوف نخصصها لبطاقة المشاهدة والخاصة بالزمن الجميل وسنبدأ بالبطاقات الشرعية وهنا البطاقات الخاصة بالبطاقات الفرنسية كبطاقة التانتي ست وهناك بطاقة البيس البنفسجية التي كانت واعتقد ماذا يتفوق التشفير على الهوتورد وكذلك على قمر تليكم وهنا بطاقات البيس البيضاء هنا كذلك بطاقات كنال بلوس كنال ست وهي البطاقات من اوال البطاقات الخاصة بفك تشفير قنوات كنال بلوس الفرنسية كذلك هناك كنال بلوس التي كانت تفوق تشفير القنوات الموجودة على العرب ست كانت هناك باقة خاصة بمنطقة شمال افريقيا كانت تفوق على العرب ست هنا بطاقة كنال ردي وهي كذلك تابعة لكانال بلوس هنا كذلك بطاقة اخرى الخاصة بالباقة التي كانت تبوت على العرب ست وهي كارت بريستيج كانت اشتراكها وهذه بطاقة التلساتيليت الخاصة بالباقة البلجيكية كانت تثبوت على الهوتورد بعد ذلك اصبحت تثبوت على الهوتورد والان نتحول الى الجزيرة الريادية هذه اول بطاقة كانت للجزيرة الريادية كانت تثبوت بنظام الفي اكسيس على الهوتورد وكذلك على النارسات ومعها كانت بطاقة الاديتو في نفس الوقت الاديتو كانت تقوم بتشغيل قنوات على النارسات فقط وتزمنت هذه البطاقة كذلك مع جاملة الجزيرة الريادية قبل ان يوعد تثميتها بقنوات البينسبول وهنا كذلك بطاقات الارتي وهي التي تنزلت لعرش الريادة لصالح قنوات الجزيرة الريادية اندك وهنا كانت قنوات خاصة بالترفيه وكذلك الريادة وبعد طاقات الترفيه لازلت شغالة الى يومنا هذا ببطاقات جديدة ثم نمر الى بطاقات الشوطين التي كانت ثابت على النارسات وهي بنظام الارتي تو تضم قنوات ريادية وقنوات للترفيه وتعتمد في غالب منتجاتها على المنتجات الامريكية وهذه بطاقة شرية اخرى خاصة بقنوات الارتي الريادية ونمر الى بطاقات القرصنة وكان يتربع على عرشها بطاقات الفان كارت كانت فيها انواع فان كارت اربعة والفان ستة اوبن بلاتفورم كذلك بطاقة صاحبة النقطة الحامرة وكلها كانت تفك معظم التشفيرات منها الفي اكسيس والارتي تو والفي اكسيس في جميع انواعه الاول والثاني كذلك الثالث وقبلها كانت هناك بطاقة السلبر بطاقة الغولد الدهبية التي كانت تشغل مع كامة الفي اكسيس او كانت تشغل على الاجهزة مباشرة هذه انواع من البطاقات الدهبية بعد ذلك جاء ضوء البطاقات الفي اكسيس كما تلاحظون السلبر كارت السلبر كارت كانت تفك العديد من التشفيرات بعد ذلك جاءت بطاقة النوت كارت ثم بطاقات الأمنية ثلاثة وكذلك بطاقات الابرا كذبرا غيرها من البطاقات ومعظم هذه البطاقات كانت تبرمج بهذه المباربية انفينيتي يوسبي القاينة تنسخ بهذه المبرمجة يتم وضع نسخة على هذه المبرمجة من خلال البطاقة وبعد ذلك تنسخ منها البطاقات الأخرى اخواني بهذا نوني هذه الحلقة بعدما عشنا معكم لحظات من أجمل اللحظات في عالم التشفير وفكه وبهذا نوني هذه الحلقة ضبط في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة